السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا جماعة الخير ان شاء الله بخير اه جايب لكم اليوم مقطع موضوع مهم الصراحة بخصوصه البطولة بطولة العالم اللي هي بطولة الارل سي اس صراح ما تكلمت عند الموضوع الا لان ناس كثير 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 بشكل غير طبيعي تكلموا معي ايش صار يا وجي واش صار بينكم انتم والخصم ايش صار بينكم انتم ولي معكم ايش صار من مشاكل واش صار من مدري ايش طبعا الحمدلله ما صارت لا مشاكل ولا صار اي شيء اللهم سوء فهم من ناس كثير مو من طرفين او من ثلاثة او اربع الموضوع وما فيه اباش رح لكم السال فايش صار وايش ما صار بعلمكم كل شيء صار الموضوع الاول اللي هو سبب المشكلة اللي هو ان الحين حنا فريقنا وفريق الخصم في اول مباراة لي في الارل سي اس كانت عبارة عن جيم في سيرور ميدليست واغلبكم يعرف ان في حال بنقك كل ما قل انا بنق في ميدليست ثمانية عشر اثناعش تقريبا وبعطيكم معلومات انا وبشرح لكم اكثر عشان تفهمون اش يصير كل ما قل بنقك كل ما صار اللعب سموذ اكثر وكل ما صار اللعب انعم واثقل لانك قاعد تلعب لعب طبيعي ما في تأخير ولا شيء وانا الصراحة ما تعوت على اللعب هذا ونفس الحكاية مع اللي ضدي ونفس الحكاية مع اللي معي في التيم كلهم ستتنا يا حنة يا ثلاثة ضد ثلاثة نحب نلعب في سيرور جوروب على بنق من تقريبا ثمانين تسعين الى مية وعشرين 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 مثل كل عمر يالعب معها سكسمانز في اليوروب yep with disson ولكن اتضح انระ يوم تصير عندها مشاكل في الامر واضطرنت علا يا نالعب في سيرور ميديليست واضطرينا كلنا نلعب في ميديليست لان الأدمينية في او ... اللي في بطولة rayl six femmes خلونا نلعب في ميديليست لانحنا ساكنين في ميديليست قل الأفضل في حال انا صار فيه يعني اختلاف وجهة نظر أو اختلاف باختيار السيرور ح weaknesses هست هفدي اول نقطة انا من وجهة نظري صراحة يعني تسرعت بالموضوع وقلت ان الانسان هذا قاعد يعاند قلت انه واضح ان ما يبينا نفوز معنا مستوى كويس هو تيما يعني انا عرفهم يلعبون بس مدري يلعبون بس يرب فصدمت ليش هذا قاعد يحط مدريس تموم من عاندتي يعاند فصراحة هذا طلع موضوع يعني الموضوع ما فيه هنا سوء فهم مني ولكن السالفة مو هنا السالفة ان اللي ضدنا كان فيه شي ما حد لاحظه الا انا الا وهو ان في واحد من الشباب اسمه ان اف وغلبكم يعرفها اللي طبعا هو خوي لكن كان ضدي في البطولة اللي صورت معي قبل كم يوم المقطع القوي اللي سوينا فيه كومباك واني واضح انه واحد من اخوياي انا سببت لهم على ما اعتقد في بانت لمدة سنة او ستة شهور انهم حرمان من جميع البطولات العالمية او المحلية على ما اعتقد في جميع البطولات اللي تخص ركتليك هذا بسبب اني فضحت شي من عندهم الا وهو ان ان اف اللي هو خوي نواف انه شارك في البطولة ولعب الاقيام واسمه ما هو مسجل في قائمة الفريق حقهم يعني قاعد يلعب عن شخص ثاني وشخص ثاني ما هو دليل انه ما يعرف يلعب بالعكس هم كلهم قوين بس اللهم بيبدلون اماكن بس اخذت نظرة انهم قاعدين يعاندون انهم ما حطوا السيرور اللي حنا نلعب فيه دايما فرحت بلغت للادمنية انه فيه وضع فيه غش شخص قاعد فيه شخص مشارك ما هو مسجل اسمه في البطولة فهذا توقع اغلبكم يعني حسب ما جاني في الانستا وانا مسامح الكل اللي جاي سب سبني اللي جاي قذفني واللي جاي مدري ايش ليش انت تسوي كذا ليش تحقد وليش ما بالعكس ابدا ما احقد على شخص دايما كان معي سواء هو ولا اللي معه بالعكس كلهم كنت اتمنى لهم التوفيق فزي ما انتم شايفين هذا هو انف قدامي معي في الروم دايما انسولف من يوم طلعوا من البطولة ما ما صار اي شي بيني وبينه ما في اي شي فاترك لكم مجال تتكلم يا نواف واش صار واش ما صار يعني في البطولة بعد ما طلعت واش تشوف اللي صار يعني هل هو صحة او غلط من سواء من نظرتك انت وان من نظرت الناس اللي ظلموني اه طيب طبعا بعد ما اخطط طلعنا من البطولة احنا اه انصدمت ان وجيه سوى زي كذا من عام بلق وطردنا من البطولة ولي معك نفس الحكاية يعني اواف ازعروا مني وما ارومهم الصراحة معنى اللي معنى تراهم اغلبيتهم يعرفونك وما بينك وبينهم شي وبالعكس في منهم اخو يا اخوك كلام سليم والله مرة ما بينهم ما بينهم بينك شي يوم سويت زي كذا انت زاد الحقد شوي لانا ما لها داعي فراك اللي صارت على بطولة والناس كلهم انا بالعكس اول شي خفت ان يصير ان تفهمون وجيه غلط ان يحسبون ان وجيه يعني يستقعد اكل يوم وياخذون عنه فكرة سيئة البطولة مرة كبيرة ولضد اخويا يعني منهم انا مو بحلو الحركة اللي صارت ان يسبب باند له فا يعني ابي بس وجيهي وضح لكم ان ليش سوى ذا الشي عشان ما تفهمونه غلط طيب اول شي اول شي صراحة يعني اه كانت ردة فعل سريعة مني بحكم اني ما استوعبت ان الرجال هذك كانت عنده مشاكل في النتل ان كل عمر يقابل في ربانا ثاني شي انا صراحة اشوف انها خيرة لكم وان شاء الله على الله هي خيرة يعني ترى الادمنية بعد ما بلغنا عليهم قالوا انهم راجعوا اللقات ان ان اف كان مسجد بس بعدها ما اختلف مادش صار تغيروا الاسم مادري طلع من البطولة مادش صار فكيف اسمه كان موجود وفجأة اختفى وما زال مشارك فانا اشوفها ان الحمدلله جت على القيمة الاول والبطولة الاولى افضل من انهم يتعبون وينصرون للنهائيات ومدري ايش بعد نقول دقيق ديه في غش الموضوع يوصل الباند يمكن سنين طويلة ويمكن توصل المشاكل يعني المشاكل اكبر واكبر واكبر يمكن ينحرمون من اشياء يعني يصب يندمون عليها وبالنهاية حتى لو اني ما سويت هاش شي هذا بتقولون وجي لي طيب بالاساس ما فضحتهم ترى قالوا انهم هم كاشفين الوضع من زمان بس بيتأكدوهم من الحساب اول بعدين بنتفاهم مع الموضوع هذا يعني بالنهاية كانوا يعني عارفين هم كل شي عارفين عن اللي صار بدون ما اتكلم انا حتى لو اني ما تكلمت بين حرمون من البطولة بالعكس حنجينا النوه ما نزلت المقطع هذا الا عشان الناس اللي كانوا ماخذين عني فكرة اني قاعد اخرب سمعة الناس والله قاعد افضح والله قاعد اخرب على اللي ضدنا بالعكس ابدا ما نبمهتم لهذه اشياء اتمنى للكل قسم ابلاني اتمنى لهم كلهم التوفيق بس اه لعلها جت خيرة على اول قيم افضل منهم يتعبون ويأكلونها في النهاية زي ما انتم شايفين الشخص اللي قدامكم هو سبب هو السبب الاساسي للمشكلة انوية انا اللي مسبب المشكلة له وهو الفريقة والحن حننا مباعر هذا ما يدل على اننا والله صارت يعني مثلا مشاكل وحننا اكبر من كذا واكبر من بالنهاية قدرنا ما هو واقف على لعبة ولا على بطولة ولا على مبالغ توصل ستة مليون دولار ما علينا بالفلوس حننا بالعكس حننا هم من ان يكون اخوان اكثر مننا يكون فايزين بطولة ولا اشياء هذه التافه ايو والله هذا اهم شي فالزبدة تمنى لحين ان توصل المعلومة للكل ان الدعمة فيها لا حقد ولا اي شي وتمنى من الناس يزعلوا علينا بعد انهم يسامحونا لان كان غلط مني ومن الطرف الثاني بعد صار يعني اختلاف لعله صار يعني سوء فهم بين الطرفين يعني والحمد لله صدق والله ما تدرون لعلها خيرة والله السبب الثاني او الموضوع الثاني واللي هو الموضوع الاهم بالنسبة لي موضوع كيف خسرنا طيب كيف خسرته يا وجيه خسرنا بطريقة غريبة جدا خسرنا بطريقة ما ادري كيف اقولها لكم خسرنا بطريقة استعي كيف اقولها لكم للامانة القيم الاول اللي لعبناه هو القيم اللي خسرنا فيه ثلاثة صفر بعدين اشتكينا وجاهم باند هذولاك الاشخاص بس طبعا لما خسرنا ما حسواها لنا خسارة حسبوها لنا فوز بسبب الغش اللي صار ثاني شي الاقيام اللي حنا لا لازم نلعبها لازم يكون فيه حماس يالله يا بطر روح الكرة عندك يا لعيب هدفك هذا المفروض اللي يحصل سواء كانت فركت ولا بالالعاب الثانية ولكن اللي قاد يصير معنا ان فيه شخص اللي بسمعكم صوت الرجالة الحين كل ما اجيب من العيد يكون زعلان كل ما صارت صار شي يكون منفس كل ما صار شي يبدأ يهاوش طبعا مو من عادته ان يسوي هالأشياء هذه في البطولات ولكن صراحة ان صدمت من هذا الشي طبعا انا اعرف هوتيم معه من سنين ولكن اول مرة اشارك معه في بطولة عالمية لما الشخص يجيب العيد يبدأ يسبه لما الشخص يجيب العيد يبدأ يقول له يا ولد ليه الغلط هذي تعال شوف يفتح لك الشير اللي هو السكرين عندنا في الدج ويدخلك على الريبلاي شوف يا ولد انت خطأك هذا في فرق بين انك تعلم الشخص خطأه وفي فرق بين انك تهاوش الشخص على خطأه في حال انك حمسته وقلت له يا بطل ما عليك هذي غلطة ما رح تتكرر هذي الغلطة المرة الجاية بتتعوض وبتسوي بدل هذي بتسوي الحركة هذي هذي ايش بتخليني اكون بتخليني اخذ المركز الاول حتى لو اني اسوأ لعب في تاريخ ركتليق موقوت الحماس ولكن العكس صحيح في حال انك كنت شخص بمستوى كويس في مستوى مهام ما كنت من شخص في حال قلت له يا غبي وش الغلطة هذي ما تعرف تلعب انت حمار مع كامل احترامي لكم غبي انت ما وش الغلطة هذي مو بتخليني اغبأ حتى لو اني اقوى لعب في تاريخ ركتليق بتخليني اسوأ لعب في البطولة فهذا الشي اللي مزعع عني صراحة اللي صار في القيم الاول وصار في القيم الثاني رغم اننا فايزين صار في القيم الثالث رغم اننا فايزين في القيم في اليوم في اليوم اللي بعده فخسار في الأقيام اللي خسرناها الحن حن في حال نفزنا لازم نتحمس أكثر في حال نخسرنا لازم نحفز أكثر وأكثر لأن حن بحاجة حماس ومو بحاجة تحطيم وتحبيط اللي حصل وما فيه رغم أن كنا فايزين على بعض الأفريقى قام يعني يا أخي أنت عليك أخطاء ماذا؟ طيب يا من الحال حن نفايزين أنت غلط في الأقيام الجاي بتخس هذا الصراحة زعلتني كثير فما صارت تعطيني جرعة أني ألعب في البطولة لدرجة أني قمت ألعب الأقيام الأخيرة وأنا أقسم بالله فيني كمية ما فيني حماس أبدا لدرجة أنه آخر جيم لعبنا كلمت الأدمينية قلت لهم لو سمحتوا انسحاب بدون ما نلعب فأنصدموا من رغم أن العدد موجود كامل ثلاثة ضد ثلاثة كل الشباب موجودين ليه انسحاب انسحاب نعم ما أبي ألعب وجي ما يبي ألعب طبعا أنا أسمي لكم كم لقطة من الشخص اللي صار يعني من الشخص اللي قاعد يحبطنا رغم أن كانت في فرصة من اللقطة هالي اللي بريكم إياها بعدها كانت معنا فرص كثيرة لنعدل الأخطاء أنا من اليوم ماسك صاح في الدفاع إيه بس بتكمل الدفاع يا سليمان تبتكمل الدفاع يا سليمان أنا ودي تيز بس إذا لم تبسكوا الدفاع زي الناس ولا وعدكم تبين غير طيب التكتيك أنا هاجم خربه لأبو تيز لا 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 مو تخريب بس في تفكيره أن ما يبي يغير من اللي قاعد يصير الأخطاء هذي ما رح تفوزنا الأخطاء هذي قاعد تكرهني في اللعب معكم يا إحنا ندور التحفيز رغم أنه والله هنا أكثر شخص قاعد يحفزنا قبل البطولات في أيام يا جماعة في البطولة نبي تحفيز يا جماعة في البطولة نبي لعب منظم يا جماعة نبي لعب كده وحنا مروقين يا جماعة أكثر شخص تكلم عن الرواقان والتركيز وكيف تاخذ راحتك في الأقيام هو ولكن يوم بدت البطولة الشخص اللي كان قاعد يحفزنا اللي كان جالس يعطينا نصايح الشخص اللي كان قاعد يعطينا توجيهات ونصايح طلع هو سبب خسارتنا وهو سبب تخريب الفريق كامل يعني صارت أشياء يعني صراحة شي 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 تقر فالناس يصدموا يا جماعة يعني يا وجي كيف خسرته يا ما من يعني ما منكسر بالباقين لكن كيف يا وجي قاعد ينتخسرون بنتائج كبيرة مرة يعني فصراحة أنا متقبل الخسائر صراحة يعني قلتها حتى لما كنتبث لما خسرنا قلت للخصم اوشي اوضي بست اه قد لك اتمنى لكم التوفيق ومدري ايش صراحة يعني لا ليش ازع عن نفسه وقول لي انتم ما تستهم بالعكس عن صراحة دامي مروق اه باذن الله في البطولات الجاية في الريجونال الثالث اذكركم باذن اللي مات انا معينا بنجيب مستوى كويس ولكن بنغير الفريق كامل لان صراحة مهما كان مستوىك كويس لكن ما في نفس ما في روح رياضية ما في تحفيز مهما كنت من شخص لو كنت اقوي لعب العالم وفي تحبيط والله ما راح تجيب المركز الاول مهما كنت والعكس صحيح في حال ان كان مستوىك سيء او مستوىك مقبول ولكن جاب تحفيز قوي ما استغلب لو اشوفك بعد شهر شهرين بطل من ابطال العالم وهذا اللي حاصل مع كل اخوياي فالنهاية من كنامي اتمنى ان الاشخاص اللي سببنا لهم الخسارة صراحة اعتذر رغم انهم كانوا بينطردون حتى انهم ما تكلمت ولكن صراحة اعتذر لهم اه اتمنى لجميع المشاركين في بطول تاريسس صراحة اتمنى لهم التوفيق اه وللاسف يعني طلعنا من البطول احنا اللي في الريجونال الثاني ولكن باذن الله بنعوض في الريجونال الثالث اتمنى للمقطع عجبكم هذا الصراحة كانت فيه نقاط مهمة خاطر يودي اقولها وبنفس الوقت فيه اشخاص كثيرين اطلبوا مني اني اشرح النقاط هذه المهمة فاتمنى ان المقطع يعني افهادكم بطيكم العافية عن المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله على خير في امان الله شكرا 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 شكرا